بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب مع مدير احدى الشركات العالمية العاملة في مستحضرات التجميل خطط الشركة التوسعية خاصة فيما يتعلق بتعميق تصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات وجذب استثمارات جديدة هذا وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ان الشركة لديها خطط مستقبلية وتوسعية خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي والتصدير حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي وحتى نهاية عام 2021 ضخ ما يزيد عن 50 مليون دولار متمثلة في خطط جديدة لانتاج الكمامات الواقية وتوسعات في عمليات الانتاج